شكل الهدم ده يبقى إيه؟ هذا هو المخوف هذا هو مربط الفرس صحة تعديل والحقيقة لسؤال دكتور محمد عمارة في معرض ردي على سؤالي السابق أثار موضوع مهم يتعلق رأي أهل السنة والجماعة واتفقهم على أنه لا دولة دينية في الإسلام وأنها دولة مدنية وهذا كان نقطة خلاف مع الشيعة هل تتصور فضلتك أنه بعض النمازج في العالم خاصة نموذج الإيراني أو ما يعرف بولاية الفقه قد أعطى تصور خاطئ عن مفهوم الدولة الدينية والمدنية في الإسلام لا يوجد دولة دينية في العالم الآن إلا أثنين الفاتيكان وولاية الفقه في إيران نعم نحن قلنا أنه أهل السنة والجماعة اللي هم 90% من المسلمين نعم السياسة عندهم من الفروع وزيك فيها معاييرها خطأ وصواب نفع وضرر وليس كفر وإيمان الشيعة نقلوا الإمامة من الفروع وخالفوا أهل السنة وجعلوها أم العقائد وبالتالي الخلاف فيها كفر وإيمان النظرية الولاية الفقه اللي هي قررها الخوميني في كتابه الحكومة الإسلامية بيقول بالنص كده أنه السلطان عامل عند الفقه وزيك أنت النهاردة في إيران في عندك دولتين مش دولة واحدة في دولة ولي الفقه هي اللي فيها عندها الحرس السوري وعندها الجيش وعندها القضاء وعندها الإعلام وعندها إعلان الحرب وإعلان السلم كل حاجة هي دي الدولة الحاكمة حقيقة وفي دولة تنتخب فيها مجلس شورى وفيها رئيس جمهورية لا سلطان له وزيك ختمي أعد وليتين لم ينفذ يعني بند واحد من البرنامج بتاعه والنهاردة أحمد ينجاد يعزلوه يقعدوه يغضبوه حاجات من هذا القبيل هنا دولة اللي هي ولاية الفقه تعتبر أن هذا الولي الفقه سموه الفقه العادل له كل سلطات الإمام التي هي كل سلطات الرسول التي هي سلطات الله سبحانه وتعالى والراد عليه على حد الكفر ونقضي ولي الفقه له محكمة دينية هنا أنت أمام دولة دينية حقيقية أن الأمة ليست نظرة وزيك الشيعة لا يحتكمون إلى الشورى يعتمون إلى الشورى دي سلطة الأمة لا دي ملغية إنما هنا سلطة الإمام لأنه يعني له ولاية على القرآن له ولاية على الشريعة يعني دي قصة أخرى خارج أنت أشرت في السؤال واتكلم الدكتور علي عن موضوع أنه عندنا أقلية مسيحية أولاً المسيحية تدعو ما لقيصر لقيصر وما لله لله ليس فيها تشريع فقه قانون يناظر الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية الفقه الإسلامي قانون المعاملات الإسلامي ليس بديلاً لفقه مسيحي لأنه المسيحية تدعو ما لقيصر هو بديل لفقه نابليون لكود نابليون اللي جاء عشان يقهر المسلمين والمسيحيين جميعاً في سنة 1985 1985 المركز القومي اللي بحوث الاجتماعية والجنائية أجرى استطلاع رأي لموقف من الشريعة الإسلامية بما فيها الحدود 63% من الأقباط مع الشريعة الإسلامية بما فيها الحدود في 5 مارس 1985 البابا شنودة في الأهراب 5 مارس سنة 1985 وعادل من يريد أن يعود وانا نشرتها في الكتب اللي أنا نشرتها قال الدولة بالقوانين من الخارج فتطبقها علينا ونحن ليس لدينا قوانين مفصلة مثل ما في الإسلام كيف نرضى بالقوانين المجلوبة من الخارج ولا نرضى بشريعة لهم ما لنا وعليهم ما علينا نحن نتوق إلى شريعة لهم ما لنا وعليهم ما علينا ده كلام ببابا شنودة و 63% من استطلاع الرأي في الأقباط في هذا الموضوع أنا عايز أقول كما إنه ما فيش في المسيحية الشريعة الإسلامية فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية بالنسبة لي أنا هو دين وحضارة بالنسبة للمسيحي هو حضارة يعني ليس غريبا أنا ساعدكم تقول أنا لو ابطي في مصر أيهما أولى بي أن أحكم بفقه الشافعي اللي مصري زي زيه بفقه الليس بن سعد اللي أفتى بأن بناء الكنائس من عمارة البلاد ولا بفقه نابليون من منطلق وطني القبطي أولى بالشريعة الإسلامية أولى بفقه المعاملات الإسلامية يعني هو ليس لديه بديل عنه ده هو المسيح قال مملكة ليست في هذا العالم وقال دعم لقيصر لقيصر وما لله يعني في قيصر الوسني كان بيديله سلطان أنه يعمل القانون طب ما بالك أنت بالأغلبية التي عاشت معك وبعدين أنا عايزة أقول الشريعة الإسلامية لها ميزة على الشرائع الأخرى حتى في القانون كان معروف ساعات في حاجات نحن نخجل أنه أعلى الشرائع وأفضل الشرائع ليه؟ ليس عنصرية لأنها هي الوحيدة التي تعترف بالشرائع الأخرى هي الوحيدة التي تحتوي الشرائع الأخرى تقول يتركون وما يدينون فيما يختص بهم يعني إذن هي أفضل الشرائع وأعلى الشرائع لأنها هي التي تعترف بالآخر قبل هذه الشريعة لم يكن في الدنيا من يعترف بالآخر ده دي يعني عندما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في عهده لنصارى نجران وأن أذب عنهم وأحميهم بما أحمي به نفسي وأهل الإسلام من ملتي وبيكلم عن حماة السلبان وحماة الكنائس وإن احتاجوا في مرمة بيعهم وكنائسهم إلى رفض ومساعدة يرفضون ويساعدون ليس دينا عليهم وإنما منة من الله ورسوله قول لي فين شريعة في الدنيا حافظت على وجود كل أنواع الأقليات في المجتمع الإسلامي بما في ذلك الديانات الوضعية الديانات الوضعية اللي هي زي الزردشتية والهندوسية والكونفوشيوسية كل الفقهاء جمعه ودول أهل كتاب وكان لهم كتب بس ضاعت وعمر لما فتحت فارس قال تب نحن نعرف اليهود ونعرف النصارى لكن دول بيعبودوا النار فعرض الأمر على مجلس الشورى أتكلمنا عن مؤسسات كان فيه مؤسسة المهاجرين الأولين مؤسسة النقباء الـ 12 مؤسسة الشورى اللي هي السبعين مجلس سبعين عرض الأمر على مجلس السبعين وكان يجتمع في مسجد النبوة في مكان محدد في أوقات محددة فوثب عبد الرحمن بن عوف وقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا فيهم سنة أهل الكتاب فعملت حتى الديانات الوضعية المسلمين كانوا بيبنوا معابد للهندوس ويحافظوا على معابد النار يعني أنا أعيز أقوله هنا ولهذا تكون الشريعة الإسلامية هي أعلى الشراعي هي أفضل الشراعي لأنها الحامية لغير المسلمين هي التي تدافع شوف لما يقولها يحمي صلبانهم وكنائسهم وبيعهم ومواطن السياح والرهبان بما أحمي به نفسي وأهل الإسلام أنا أعيز أقول إحنا مطلوب ندرس هذا الترس نعلمه ونقول للناس طب إحنا دلوقتي وإحنا سجيين تقول لي خايف بالشريعة هي دي جديدة عشان تخاف منها ده إحنا عيشنا بها 13 قرن قبل الاستعمار كنا فيها العالم الأول العالم الأول على ظهر هذا الكوكب بينما أوروبا والغرب عالم أول قرنين بالاستعمار وبالغزو إذن أنا أعيز أقول لازم نفصل إيه معنى الديني والمدني ويمكن هذا السؤال اللي عايز أتراحه للدكتور أسامة الحالي دكتور محمد يعني دور بقى العلماء والمفكرين وتحديدا يعني رجال الأزهر في إبطال حجة من يدعون أن الدولة المدنية في الإسلام قد تضر بالأقليات أو أنه لا تتناسب مع هذا العصر كيف نرد وكيف نوضح هذا وفي عجلة لو سمحت وكما أشر مولانا فضيلة المفتي أن هناك تجربة تاريخية عريقة وطويلة وقرون من الزمن وعلماء هذه الأمة يضبطون هذه المسائل ويقدمون فيها عصارة للأعمار وبدأت تخرج كتابات كالمقارنات التشريعية لمخلوف المنياوي والمقارنات التشريعية لعبدالله حسين التيدي وكتابات المرحوم السنهوري ومؤخرا بكتاب التجربة المصرية لمولانا فضيلة المفتي كتابات أساسنا الدكتور عمارة مجلس كهذا الذي نجلس فيه لتوضيح هذه المفاهيم لكن هي قضية حقيقة محورية وشديدة الأهمية الإسلام دين وحضارة الإسلام دين عقائد وعبادات ونمط في التربية والأخلاق يخاطب أبنائه وأتباعه تولدت من هذه العقائد والعبادات حضارة فنون آداب علوم معارف تجربة بشرية عريقة وسعت أبناء الأديان الأخرى أجمعين فصار الإسلام نظام إلهي دين يخاطب أتباعه وصار حضارة تسع الخلق أجمعين كان مكرم عبيد باشا يقول أنا مسيحي ديانة مسلم حضارة في سطر واحد دكتور عمارة ونحن نتحدث في كلمة حق نريد كلمة حق عن الدولة المدنية الدولة المدنية هي دولة لكل مواطنيها اللي هي المواطنة هذه المواطنة عرفتها أوروبا على نقيض الدين وعلى أنقض الدين نحن علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وعلى المسلمين ما عليهم حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم نحن نمط متميز يجب أن نتحدث عن المصطلحات وعن شؤوننا بعيدا عن النموذج الغربي الذي سيطر على عقلية العلمانيين وإذا ذكرت أي كلمة فلابد أن تكون تفسيراتها عندهم تفسيرات غربية الختام والخلاصة وكلمة حق أيضا مع فضيلة مفتديا نحن دولة مدنية سنظل دولة مدنية نعم ولذلك ليس هناك ما يدعو إلى أي تخوف نحن لا نستطيع أن نكون دولة علمانية نعم وليس هناك في الإسلام دولة دينية ولذلك بطباء الأحوال ومصر هي تعيش هذه الدولة المعاصرة الحديثة التي نسميها في رغة العرب دولة مدنية نعم أشكر فضيلة مفتديار المصرية الأستاذ الدكتور علي جمعة شكرا جزيلا لفضلتك شكرا لك وأيضا الأستاذ الدكتور محمد عمار المفكر الإسلامي وعضو مجمع البحث الإسلامية هيئة كبار العلماء والدكتور أسامة السيد وعضو هيئة تدريس كورية أسر الدين بجامعة الأزهر شكرا جزيلا نشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وقضيانا وموضوعاتنا دائما مطروحة في كلمة حق إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر